استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستكون في شهر أبريل من العام الجاري نظمت السلطة العلية للإعلام الصمعي والبصري حماه هذا اللقاء لتقدم فيه المستندات التي تحكم وتنزم وسائل الإعلام العامة والخاصة لتغطية وبث الحملة الانتخابية التي تسبق يوم التصويد المناسبة أشرف عليها رئيس السلطة جودونيب بن جوروباي بحضور بعض المستشارين بالسلطة العلية للإعلام الصمعي والبصري في كلمته الافتتاحية رئيس السلطة أولا أشار إلى الدورة المهمة الذي تلعبه وسائل الإعلام في مثله هكذا مناسبات وأضاف أن النصوص التي سنتها مؤسسته تهدف إلى انتخابات سليمة ونزهة كما أن النصوص تعمل لإعتاء كل إنسان حقه سواء مرشهي الأحزاب أو الشعب الشادي وأن النصوص التي تحكم الحملة الانتخابية ستتبق حسب مواد القانون الانتخابي وقد وضعت السلطة واعتمدت ثلاث قرارات ومفاق لتنظيم الحملة وهي احترام مبادئ التساوي والمدة الزمنية والمساحة تلا كلمة رئيس حما ثلاث مداخلات ودها من خلالها المتداخلون النصوص المنظمة لذلك كالاحترام ومراعاة مبادئ المساواة وعدم بث برامج التشهير ونشر الأكاذيب والمعادلة والحيادية وفقا لأخلاقيات المهنة وزمن البث ومدته حق الرد وعدم أحقية الوسائل في نشر النتائج قبل صدورها من الجهات المعنية وحق الشعب في الحصول على المعلومات ونصوص أخرى تستدعي من وسائل الإعلام مراجعتها وقدر نقاش وتوديحات من ممثلي وسائل الإعلام الحادرة